موسيقى موسيقى وصل الدراسة من رسالة بولوس إلى أهل أفسوس وطبعا إحنا في الإصحاح الثاني بيختتم رسول بولوس بهذه الكلمات الأنشودة الخالدة المباركة الرائعة اللي لمست الناس على مر العصور وعلى مر الأزمان اللي بتغني وبتنشد وبترنم لولا النعمة نعمة الرب يسوع لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان وذلك ليس منكم هو عطية الله ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد ثم يواصل الكلمات يقول لأننا نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها إخوتي وأخواتي إن الكتاب المقدس يتحدث عن قصة النعمة في كل الصفحات في العهد القديم وفي العهد الجديد في العهد القديم الله يظهر النعمة لشعبه ورجال كثيرون اللي اختبروا نعمة الله وحتى أنبياء سقطوا في الخطيئة لكن اختبروا نعمة الله محبة ورحمة الله والعهد الجديد يسمى عهد النعمة يعني إحنا منشكر رب من أجل هذا العهد هذا العهد أحباء عهد النعمة هو عمل إلهي متكامل يقول الكتاب لأنكم بالنعمة مخلصون النعمة هي عطية إلهية النعمة غنية النعمة عطية عطية إلهية فهذه العطية لا نستحقها لا نستاهلها لم نعمل لأجلها لا نستحقها يعني بالأحرى هي نعمة الله أنعم علينا بالمحبوب الله أعطانا عطية النعمة هذا النعمة بقول الخلاص بالنعمة يعني الإنسان ما عندهش أي شيء في موضوع الخلاص يقول بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان وذلك ليس منكم حاول الإنسان أن يصل إلى الله ببر ذاتي لأنه بأعمال النموس لا يتبرر ذي جسد لا بأعمال في بر عملناها نحن بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس ثم أحباء البعض حاول بالأعمال الصالحة يقول الكتاب ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد وقال الرب يسوع إن لم يزد بركم على الكتب والفرسيون لا تقدروا أن تدخلوا ملكوت السموات فإذن من يستطيع أن يرضي الله بأعمال الصالحة فإذن لا في البر ولا في الأعمال والذبائح كانت محدودة فهذه النعمة ظهرت من خلال شخص الرب يسوع نعمة الخلاص وهذه النعمة تستمر معنا وفينا حتى نقيم فيها وننمو بالنعمة وبالمعرفة أيضا مخلصون هذا الخلاص هو عمل إلهي عمل الروح القدس ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد وبيختم بهذه الأنشودة الخالدة لأننا نحن عمله التحفي كانت تفتخر أفسوس بالعظمة بالهياكل وبالمكاتب والمصارح لكن الكتاب يقول نحن عمله يعني إحنا التحفي اللي اشتغل علينا الرب فالخلاص هو مبادرة إلهية لا دخل للإنسان فيه لأننا نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فينا نحن لا نخلص بالأعمال لكن نخلص لأعمال فالمؤمن ينبغي أن يبرهن ويترجم إيمانه بالأعمال الصالحة نعمة الله ممدودة لإلك ومحبة الله عم بتتوجه لإليك فهل تستلم هذه المحبة وهل تقبل هذه النعمة إن قبلت تتغير حياتك الرب بيعطيك نعمة الخلاص وأيضاً اسمك يكتب في سفر الحياة هل تريد الآن أنه اسمك أو اسمك يكتب في سفر الحياة صلي قل لي يا رب أنا عاوز أنا بدي خلينا نسمع منك الرب يباركك وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر